بداية إذن كدر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا أن ضمان الاستقلال الاقتصادي هو مهمة الدولة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مضيفاً على هامشي لقاء رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد بون مع المتعاملين الاقتصاديين أن تحقيق نمو لن يكون سوى بالعمل وقيام كل طرف ما يجب القيام به أحمد راجدي يجب علينا جميعاً السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين ضمان استقلالنا الاقتصادي على أفضل وجه ممكن للقيام بذلك يجب علينا فقط العمل ثم العمل والآخير العمل الدولة من خلال تشجيع خلق فرص العمل والحفاظ على القدرة الشرائية من خلال حفاظ على ميزان تجاري خارجي إيجابي المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل والقيمة المضافة وذلك بمضاعف جهود العمل والابتكار ملا شدد على أن هدف الدولة والمتعاملين الاقتصاديين واحد وهو خلق الثروة وجعل الجزائر رائدة قرياً في الاقتصاد مؤكداً على أن المشوار بدأ رغم وجود بعض العراقيل من بيروقراطية واعداء التقدم أجل هادف واحد وهو خلق الثروة وجعل الجزائر قوة اقتصادية إقليمية ورائدة إفريقية والوصول لهذا الهدف في متنول أيدينا ومعكم سيد الرئيس بدأنا هذا المشوار لتحقيق طموحنا المشترك في أن تكون الجزائر قوية اقتصادياً وموحدة اجتماعياً نعلم أن هذا المصار سيستغرق بعد الوقت لأنه مليء بالعقابات غالباً ما نذكر إثنين منها البيروقراطية وخاصة مقاومة التغيير ترجمة نانسي قنقر